بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم اليوم هذا الحوت العملاق آية من آيات الله سبحانه وتعالى هذا الحوت أيها الأحبة عثر عليه قبالة السواحل الإيطالية دعوني أولا أنظر من موقع Live Science أنظر إلى هذه الصورة صورة جميلة جدا أيها الأحبة هذا هنا حوت مقابل الساحل الإيطالي أنظروا كم حجمه كبير مقابل حجم الزورق والناس الموجودين على يسار هذا الحوت طبعا هذا الحوت عثر عليه وهو ميت سبحان الله قذفت به الأمواج إلى هذا الشاطئ أنظروا أحبتي في الله هذا رجل يقف هنا أنظروا كم حجم هذا الحوت أنا أحاول أن أكبر الصورة قليلا طيب ماذا يقول الباحثون أيها الأحبة هذا الحوت تم اكتشافه مؤخرا يعني قبل أيام من تسجيل هذه الحلقة بتاريخ 17 يناير يعني 17.01.2021 يبلغ طوله بحدود 20 مترا 20 متر تصوروا آلة آلة طولها 20 متر تتحرك تصطاد بحرية تعيش تتكاثر شيء عجيب والله أيها الأحبة وزن هذا الحوت 77 ألف كيلوغرام 77 ألف كيلوغرام يعتبر من أضخم الجثث التي تم العثور عليها في البحر الأبيض المتوسط طبعا أيها الأحبة يعني أنا أحب هنا أن أتوقف قليلا مع قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء أيها الإنسان كلما اكتشفت أشياء هناك أشياء أكبر تكتشفها كلما ظننت نفسك أنك اكتشفت كل شيء تجد أنك لازلت في البداية وفوق كل ذي علم عليم هذا الحوت أيها الأحبة تصوروا حوتا بهذه الضخامة أنا أحب أن أخاطب من خلال هذه الصورة سأعيد عرضها الآن أحب أن أخاطب أيها الأحبة من خلال هذه اللوحة الأحبة الذين يعتقدون أن نظرية التطور صحيحة أقول لهم مما تطور هذا الحوت العملاق أنا فقط أحب أن أرى هذه الصورة وأتأمل معكم هذا الحوت العملاق أنا أحاول هنا أنظروا إلى الرجل كيف يقف كيف يبدو صغيرا جدا مقابل هذا الحوت أيها الأحبة هذا الحوت العملاق كيف تطور أخبروني أنتم تقولون أن الكائنات تطورت من بعضها من أين جاءت هذه الضخامة المفاجئة أصلا الحيتان أيها الأحبة الله أعطانا عقل الحيتان هي كائنات سديية ترضى أولادها لا تتكاثر بالبيوت أنثى الحوت يتم تلقيحها من قبل ذكر الحوت مثل الإنسان سبحان الله وتحمل ويستمر الحمل لأشهر ثم تلد تضع وليدها ثم ترضعه بطريقة عجيبة جدا يعني هي تضخ الحليب ثم يقترب ويأخذه من الماء ويقترب منها وتراقبه هناك صور عجيبة على الإنترنت رأيتها أيها الأحبة لحيتان عملاقة إناث الحيتان كيف ترضى أبناءها بحنية بعطف بحنان طيب أنتم تقولون أن الكائنات الموجودة في البحر هي كائنات تتكاثر بالبيوت وهذا صحيح مثل الأسماك وغيرها طيب تقولون تعرضت الأرض لكوارث معينة لحاجة معينة اضطرت هذه الأسماك أن تحول نفسها لزواحف لحيث أنها تعيش ما بين البر والبحر يعني كلام غير منطقي ولكن سنتقبل هذا الكلام ثم هذه الزواحف عبر ملايين السنين وجدت بأن حياتها من الصعب أن تبقى بين الماء وبين المياه وبين اليابسة فقررت أن تطور أدوات تجعلها تتأقلم مع اليابسة يعني مثلا من هذه المخلوقات الجمل طور نفسه وأنا هذه أغبى عبارة أقرأها دائما على المواقع العلمية في كل الأبحاث العلمية على فكرة حتى مجلة الطبيعة الأمريكية التي تدعم أبحاث التطور أغبى عبارة يمكن أن تقرأها أن الجمل طور نفسه ليتأقلم مع حرارة الصحراء طور نفسه ليتمكن من العيش في الصحراء فجسده يستطيع أن يختزن الماء لديه مثلا نظام هضمي قوي جدا يستطيع أن يأكل الأشواك والكذا لأن البيئة الصحراوية قاسية غذاء الجمل أحيانا يضطر لأكل الأشواك فيأكلها ويستمتع بها سبحان الله طور نظام المناعة لديه ليتناسب مع الصحراء طور آلية التبريد في دماغه ليتمكن من السير لأسابيع أحيانا وأيام طويلة من دون ماء من دون طعام من دون كذا طب يا أخي طور نفسه اقتنعنا معكم ثم قالوا هذا الحوت كان عبارة عن كائن يعني يعيش على الأرض على اليابسة شبيه بالبقر شبيه بالجمل كائن ما وظروف معينة اضطر هذا الكائن أن يعود إلى البحر طيب طيب يعني أنا أريد أن أتقبل هذا الكلام لا أدري من أين يأتون به ولكن هذا كلام علمي يعني أنا أقول لكم أحدث الدراسات العلمية تقول ذلك للأسف يعني طبعا الحوت الحوت يتكاثر بالولادة وليس بالبيض فاضطروا أن يقولوا هناك كائنات بعد أن تطورت وجاءت إلى اليابسة قررت أن تعود للبحر ولكن على اليابسة طبعا طريقة التكاثر كانت بالبيض فرأت أن الطبيعة الطبيعة رأت أن هذا الأسلوب غير عملي فطورت هذا الأسلوب للتكاثر بالولادة طيب تقبلنا هذا الكلام بعد ذلك رأت الطبيعة أن هذه بعض الكائنات يجب أن تعود إلى البحر لتعيش في المحيطات فعادت هذه المخلوقات التي تشبه البقر أو كذا إلى البحر ثم بدأت تتكاثر في البحر بالولادة وترضى أولادها ونتج عن هذا التكاثر الحوت طبعا أنتم أنا واثق معظم من يسمعوني الآن يضحك ولكن هذه الدراسات العلمية للأسف تقول ذلك يعني ابحثوا اكتبوا على الإنترنت تطور الحوت كيف تطور الحوت فسترون نظريات وأفكار عجيبة غريبة المهم أيها الأحبة أنا أستطيع أن أقول أيها الأحبة هذا الحوت وهذه الضخامة وهذا الإبداع الإلهي في صناعة هذا الحوت يشهد على صدق الله سبحانه وتعالى الذي قال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون أيها الملحدون هذا الإله الذي صنع هذه المخلوقات بهذا الإتقان يعلم ما تفعلون يعلم ما تقولون يعلم ما تبيتون يعلم المكر الذي تمكرونه بالمؤمنين هذا الإله يعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى لذلك أحبة في الله والله هذا نداء من شخص محب عودوا إلى الله سبحانه وتعالى عودوا إلى المنطق العلمي المنطق العلمي أنا أرى نظرية التطور ليس فيها منطق علمي ليس فيها أي منطق من العلم بينما القرآن الكريم يقدم لنا المعلومة ببساطة ببساطة شديدة تتقبلها العقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل والله خلق كل دابة من ماء ويقول أيضا يزيد في الخلق ما يشاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته